استهل المنتخب الوطني لكرة القدم تحضيراته استعدادا لمواجهتي الاهراق والكويت في الدور الثالث من التصفية الأسيوية المؤهلة لمونديال 2026 منتخب النشام أجر تدريبا على ملعب البترة بحضور اللاعبين المحليين والمحترفين الذين بدأوا بالتوافض إلى العاصمة عمان قبل يومين للالتحاق بالمنتخب وذلك قبل فترة التوقف الدولية والتي تبدأ يوم الاثنين المقبل وسيلتقي المنتخب الوطني مع نظيره العراقي يوم الخميس المقبل على استاذ البصرة الدولي قبل أن يواجه نظيره الكويتي يوم التاسع عشر من الشهر الحالي على استاذ جابر الأحمد الدولي يذكر أن المنتخب الوطني يحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد سبع نقاط متأخرا بفارق ثلاث نقاط عن كوريا الجنوبية متصدرة المجموعة ومتقدما بفارق الأهداف عن العراق صاحبة المركز الثالث انتظر إلى الأزمين